لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الله خالق غير معبود عند ابن حجر وطبعاً العنوان ده كان نتيجة اللي شفناه في الحلقة اللي فاتت إن ابن تايمية قدم لينا معادلة هي مرجئة زائد جبرية زائد جهمية بتساوي عقيدة الأشعارية وابن حجر قدم لينا معادلة زائد زائد أفعال زائد صفات بتساوي التوحيد وابتدينا في أول شيء في المعادلة التوحيد عن زائد الله والإيمان بزائد الله وشفنا إن إزاي فيه إرجاء لأن الإيمان بيكون بالقول والتصديق فقط وبدون أعمال عند ابن حجر والشيخ البراج أكد لينا بكده وأكد لينا بكده وبيكون بكده التوحيد خطأ لأن ابن حجر ما تعرضش للتوحيد العبادة وقبل ما أقول لكم المفاجأة هفكركم باللي قولناه الأول نسمع الشيخ أباد رفعت ونشوف هيقول لنا إيه هنا فيه سؤال طلبة العلم بيسأله كتير وهذا سؤال خطأ جدا وهذا سؤال سؤال إرجائي اللي هو إيه يقولك بعض طلبة العلم إيه وسؤال منتشر جدا على ألسنتهم يقولون هو العمل شرط صحة ولا شرط كمال العمل بالنسبة للإيمان شرط صحة ولا شرط كمال وبعدين بقى كل واحد بقى يقول رأيه في المسألة السؤال أصلا خطأ السؤال أساسا خطأ ليه؟ لأنه دوها تفهم الإرجاء في المسألة مسألة العمل دي من مسمى الإيمان في الأساس العمل من مسمى الإيمان فأنت لما تسأل العمل شرط صحة ولا شرط كمال للإيمان إذن أنت أخرقت العمل ابتداء من مسمى الإيمان وهذا هو الأساس الأول الذي قام عليه إرجاء الفقهاء الزعيمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان أنت فهمك الصحيح مؤتقد الصحيح في العمل مؤتقدك الصحيح أن العمل من مسمى الإيمان يعني إيه من مسمى الإيمان أنا أسألك ما هو الإيمان اسم الإيمان إيه؟ تقول لي قولا وعمل إذا ما تخرج مش العمل الشيخة ماد رفعت بيقول فيه سؤال بيطرحوا طلبة العلم وهو سؤال خطأ وإرجائي العمل بالنسبة للإيمان شرط صحة ولا شرط كمال واللي يسأل السؤال ده بيكون مخطئ وده فهم الإرجاء وبعدها قال أن العمل من مسمى الإيمان في الأساس فأنت لما تسأل العمل شرط صحة ولا شرط كمال أنت كده أخرجت العمل من مسمى الإيمان وده الأساس الأول اللي قام عليه إرجاء الفقهاء والمفروض أن أهل السنة يقولوا أن العمل من مسمى الإيمان واسم الإيمان قول وعمل وبكده لا تخرج العمل عن الإيمان وإحنا لو رجعنا لحلقة رقم 56 وكانت بعنوان المرأة المسلامة مرجئة هتشوفوا الكلام ده إن ابن حجر كان بيتكلم عن الأعمال يعني لابادة وقال أن الأعمال شرط في صحة الإيمان وبكده أخرج الأعمال من مسمى الإيمان زي ما بيقول الشيخ عماد رفعد وطبعا إحنا ما زلنا بنتكلم عن إيه؟ عن الإيمان بذات الله وخلينا نعيد مع بعض اللي تقال في الحلقة في زحيل بخاري كتاب الإيمان بيبقى له النبي بنية الإسلام على خمسة الحفظ بن حجر بيقول والمعتزلة قاله هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله طبعا ابن حجر قال إن الإيمان عند المعتزلة هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف إنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله وطبعا ابن حجر بيقصد بالسلف مين؟ إن هما الأشعارة واللي يرجع للحلقة رقم 56 وكان بانوان المرأة المسلمة مرجئة هيعرف كل الردود اللي نقنها وإن الشيخ البراق قال ولا أعلم أحد من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرطا أو ليس شرطا لصحة الإيمان أو كماله وإنما المأسور المشهور عنهم قولهم الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية واللي يهمنا هل ابن حجر قال نفس الكلام عن التوحيد؟ يعني إن الأعمال أو العبادة من كمال أو تمام التوحيد وبالطريقة دي ابن حجر أخرج العبادة من مسمى التوحيد وهيأكد إنه مرجئ في التوحيد برضو والمفاجئة اللي وعدتكم بيها هنشوف الأعمال هي إيه عند ابن حجر؟ أول مرجع هنروح ليه سهيل بخاري كتاب الرقاق باب من جهد نفسه في طاعة الله فتح الباري بيقول إيه؟ وقوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا المراد بالعبادة عمل الطاعة واكتناب المعاصي وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد يعني ابن حجر بأول معنى يعبدوه ويقول إنهم يعملوا الصالحات وتجنبوا المعاصي والأهم إن عدم الشرك هو تمام التوحيد يعني ابن حجر بيقول العبادة عمل الصالحات وطبعا هنا العبادة معناها إيه؟ الصوم والصلاة إلى آخر تلك العبادات يعني من أعمال العبادات العبادة هي أعمال صالحة العبادة وعدم الشرك بتساوي تمام التوحيد العمل لا يدخل في مسمى الإيمان الأعمال تدخل في كمال الإيمان اللي هو تمام التوحيد يعني أعمال صالحة وعدم الشرك كده ده مفهوم تمام التوحيد عند ابن حجر وهي نفس العبارة اللي قالها قبل كده الأعمال بتساوي شرط في كمال الإيمان والإيمان هيكون إيه غير الإيمان بوحدانات الله إذن العبادة اللي هي عمل الصالحات زائد عدم الشرك بتساوي تمام التوحيد بتساوي الأعمال شرط في كمال الإيمان بتساوي الإرجاء العبادة وعدم الشرك زائد الأعمال بتساوي تمام التوحيد زائد شرط في كمال الإيمان بيساوي الإرجاء إذن ابن حجر إيه مرجع في التوحيد لإنه أخرج العمل اللي هو بنقصين العبادة من التوحيد والتوحيد بزيط الله ومزيدنا في أول نقطة في المعادلة زيط الله والكلام ده نلاقيه في كتاب منهج الإمام جمال الدين في تقرير العقيدة بيقول وفي الجملة فمفهوم التوحيد عند أهل الكلام هو نفي الصفات بدعوة تشبيه وغالب تعريفات أهل الكلام لا تتعرض لتوحيد العبادة ولا تعرج عليه وبخاصة الأشعارة فهم مرجئة في التوحيد كما أنهم مرجئة في الإيمان وهنا التوحيد عند أهل الكلام اللي هم الأشعارة والمعتزلة وغيرهم من الفرق هو نفي الصفات والحجة بتاعتهم أنهم بينفعنا الله التشبيه والتجسيم ودا تكلمنا عنه كتير قبل كده وبعد كده بيقول أن هؤلاء الفرق لم يتعرضوا لتوحيد العبادة وخصوصا للأشعارة فهم مرجئة في التوحيد ومرجئة في الإيمان والمفاجأة الحقيقة أننا لو قلنا التوحيد هو الإيمان بالله زائد إيمان بأفعال الله زائد إيمان بصفات الله هيبقى عندنا إرجاء زائد إرجاء زائد إرجاء اللي هو بيساوي التوحيد عند ابن حجر والملحوظة المهمة أن ابن حجر كان بيتكلم عن توحيد الأولهية يعني الله ليس إله معبود لأنه أخرج العبادة من مفهوم التوحيد بخلاف اللي قاله الشيخ البراق يقول كده فمعناه الإله أي المعبود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اللحظة الأولهية اللحظة الأولهية يعني الإله المعبود وبسبب الإرجاء تم إحمال توحيد الأولهية والكلام ده هنلاقيه في شرح العقيدة الواسطية وبيقول فيها والحقيقة إن إحمال توحيد الأولهية عندهم نشأ من الإرجاء ولهذا فإن الإرجاء له أثر خطير على أمة الإسلام الإرجاء كان سبب إنهم أحملوا توحيد الأولهية واللي نشأ عنه أثر خطير على أمة الإسلام يبقى نتيجة الإرجاء في توحيد الأولهية أي الإيمان بأن الله الزاد والإيمان بوحدانات هذه الزاد نتيجتها توحيد الأولهية غير موجود خلينا نشوف الكلام ده فين عند ابن حجر في صحيح البخاري كتاب الدعوات بفصل التسبيح فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول ولأن نفي الأولهية في قوله في قول لا إله نفي المضمنها من فعل الخلق والرزق والإسابة والعقوبة وقول إلا الله إثباتا لذلك يعني المفروض يقول لا إله مستحق إلا الله إبن حجر ما قالش كده ابن حجر قال إن كلمة لا إله يعني لا خالق ولا رازق وكلمة إلا الله معناها مفيش خالق ولا رازق إلا الله وبسبب الإرجاء بيئة الأولهية عند ابن حجر غير موجودة لأنه بسبب الإرجاء أصبحت العبادة كعمل لا تدخل في مسمى التوحيد إذن الله هنا لا تعني المعبود فالعمل من جهة العبد بين كسين العبادة مهمل إذن الألوهية هنا علاقتها عند ابن حجر بقى فعل الله زي ما قلت قبل كده يعني ما فيش خالق ولا رازق إلا الله وهنروح للمعادلة اللي قلناها في الأول الإيمان بالله بين كسين الإرجاء زائد أفعل الله بين كسين الجابرية والقدرية زائد صفات الله بين كسين الجهمية بتسوي إيه؟ بتسوي التوحيد بتسوي عقيدة الأشعرية إذن زائد الله اللي هو الإيمان بالله بين كسين شفنا أنه في إرجاء بسوي عقيدة الأشعرية الإيمان بزائد الله هو عبارة عن إرجاء ودي عقيدة الأشعرية خلينا نعمل ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة أن الأعمال والعبادة عند ابن حجر اللي هي بيعتبارها شرط في كمال التوحيد مع عدم الاشراك هي عبارة عن الاعمال الصالحة الصلاة والصوم الاخر تلك العبادات وبكده اخرج العبادة من التوحيد ومنها شفنا انه مرجع في التوحيد ومرجع في الايمان واخترت الموضوع ده ان الارجاء قدى الى اهمال توحيد الالوهية وان لا اله عند ابن حجر تعني لا خالق ولا رازق الا الله يعني الله مش معبود مش المعبود لانه اخرج العبادة من جهة العبد وتبالي الحلقة الجاية علشان تشوفوا الجزء التاني من المعادلة معادلة الالوهية وعلاقتها بافعال الله والتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا ما انت هترد بعقلك ما نقبل بعقله واذا يرد بعقله واذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بينها وقل المشا اشتركوا في القناة